اهلا بيكو في حلقة جديدة من زمالك لايف خلاص يا جماعة الموضوع بقى واضح وضوح الشمس طول ما الحال كده الفريق مش تطلقاته ولا قدام الازمات ما بقيتش ازمات ملعب ما بقيتش ازمات فنية ولا خطط ولا فرص فيه خمس ازمات مسيطرة على الفريق من بره الكورة هي المخليها الفريق نتائجه كده ومستوى كده في الملعب لو هنتكلم عن الازمة الاولى فالازمة اولى هي مشاكل كارترون وقسامة نبيه طول ما فيه مشاكل بين اتنين دول اللعيبة مش مقتنع بلوقفين على الخط مش مقتنع بقرارة مش مقتنع بكلامك مش عارفين يصدقوا مين وميصدقوش مين ياخدوا كلام مين حلوا مشاكل بينكم من بعض انتوا جهاز فني مش لعبة جواه ملعب الازمة التانية عندنا هي مدير الكورة مدير الكورة منصب لابد من وجوده داخل نادي الزمالك لان مدير الكرة ده هو اللي هيراق باللعيبة هو اللي هيحل مشاكل اللعيبة هو اللي هيعقب اللعيبة هيبقى فيه اداة لفرض النظام جواه الفريق الاداة دي لازم يكون ليها مواصفات معينة اول حاجة لازم بقى شخصيته قوية وفي نفس الوقت محبوب من اللعيبة واللعيبة خايفة منه وهو كمان ما يكونش خايف منه الجمهور خايف من اسماء اللعيبة خايف من الكلام ده كله لا هو يكون واخد قراره اللي في مصلحة الزمالك الازمة الثالثة اللي بيعاني منها الزمالك هي التفاوت الرهيب فيه عقود اللعيبة بينها وبن بعضها مش معقولة اللعيب بيلعب بياخد اثنين مليون في السنة وجنبيه لعيب تاني بياخد خمسين مليون في السنة اللعبة بتبصل بعضها وبالذات لما لعيب يقول انا النهاردة قديت احسن من ده وده بياخد قدي خمس مرات لان الفروق كبيرة الفروق مش فرق مليون ولا فقات ومش متحدد لها فقات جواه الزمالك حدد فقات وحط معايير لها ورتب اللعيبة من اول وجديد اعتقد ده هيحل شوية من موضوع النفسانة اللي جواه اللعيبة وبعضها الازمة الرابعة ان فيه حوالي اربع وخمس اللعيبة عايزين يمشوا يجيبوا قروض في السف ويمشوا على قل يدخله فلوس للنادي اللعيبة دي محمود علاء وباما بن شارق يزيزو يا جماعة لو سمحت له عايزين تمشوا امشوا دي محاجة ما تزعلش احنا في زمن احتراف ولكن انت بقى لك اربع خمس موضوعات كل واحد فيكو على على الزمالك على على فرقته بيضيع مجهود زمالك ومعهم طبعا فرجان السياسي اللي 36 هيمشى رسمي واعتقد من دلوقتي لازم كارترون يبدأ يحضر البديل عشان ما يجيش من بعد 36 لحد نهاية الدورة 30 سبتمبر يبقى في مشكلة مين هلعب جنب طرق حامل اخر حاجة هي النفسانة باللعيدة الزمالك مفيش فرقة ربنا يكريمها طول ما الحداشر اللعيب مش على قلب رجل واحد لازم الحداشر اللعيب يكونوا بيحبوا بعضوا بيحبوا الفرقة مش ماقولا لعيب بيشمط في مرض زميله لعيب مستني ان زميله اللي بيلعب في مركزه يغلق لعيب مستني زميله يتعاقب عشان يلعب لعيب بيشمط مش عارف ايه الوضع ده مش حلو جوه الفرقة الوضع ده هيأثر بصورة سلبية دلوقتي وفي اللي جاي على الزمالك بس لكو بقى انكم ربين يكريم الزمالك شوي